اشتركوا في القناة القمر ما زال موجود في الجوزاء في منزلة الذراع وهي جيدة وصالحة لكل شيء بالنسبة لتأثير القمر حكينا لما بكون بالجوزاء في هاي الفترة بننشط في اتصالاتنا بنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها بوسعنا ايضا الانضمام لدورات دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي وانه الزاوية اللي رح تتشكل بالفترة اللي احنا موجودين فيها الان اللي هي من بعد فترة بث الحلقة هاي اللي هي الساعة ستة بتوقيت الاردن الزاوية طبعا اول زاوية بتكون هي زاوية تربيع سلبية هي زاوية وحيدة راح تكون بين القمر ونبتون راح تكون فيه تمام الساعة التسعة واربعتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تقريبا بتوقيت الاردن انت بتحكي على الساعة تنعش وربع بعد منتصف الليل بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد على مشاعرنا على مشاعر الاخرين طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بصير فيه خلو المسار خلو المسار ببدأ ساعة تسعة واربعتاشر دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وراح يستمر طول النهار لغاية تمام الساعة ثنتين وثلاثة وعشرين دقيقة عصرا يعني بمعنى اخر انه معظم اليوم من موعد بث الحلقة لغاية العصر بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت الاردن الساعة خمسة ونص مساء بتصير اللي بكون فيه فترة خلو المسار هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تعني للبدأ بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار طبعا على طول في الساعة ثنتين وثلاثة وعشرين دقيقة عصرا القمر بصير انتقل للسرطان لمنزلة النثرة وهي للمحبة والزواج والصلح وقضاء الحوائج ما فيه اي زواية غير زاوية اللي احنا ذكرناها بعد الحلقة ولكن انه اليوم القمر احنا منسميه زي القمر المحترق بما انه بيضي طول اليوم خلوه مسار وفي نفس اللحظة ما رح يشكل اي زواية فتأثير القمر رح يكون بس هو اللي غالب علينا وتواجده بس في برج السرطان فمنشعر في هذه الفترة بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الامان الا ولا احبائنا من ميل لعمل اشياء بتريحنا من ناحية اخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها ممكن يذرف الدموع وهو بقلب صورة او بتذكار معين او البوم معين او فيديوهات او يعني ذكريات اشياء الها علاقة بالذكريات يجب ان ننتبه اكثر لطعامنا وشربنا بحيث انه ممكن نشعر بحافز لالتهام الكثير من الطعام بالفترة هاي علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لانه حساسيتهم بتكون في اوجهة فبتحسسوا من اي تصرف اي انتقاد ممكن هذا الاشي يسبب بعض المشاكل بوسعنا شراء عقار او زراعة نبتة او شجيرة او الانتباه لاطفالنا او قضاء وقت ممتع في البيت او شراء شيء خاص بالبيت يعني كاثاث او قطعة اثاث او مستلزمات منزلية اما بالنسبة للقمر بما انه رح يكون في السرطان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم عشرين سبعة رح يكون في تمام الساعة خمسة واربع وخمسين دقيقة مساء ورح يستمر حتى تمام الساعة ثمانية وخمستاشر دقيقة مساء بعدها بكون انتقل لبرج الاسد عمر القمر القمر انحسار الهلال ستة وعشرين يوم في تمام الساعة اثناعش وعشرين دقيقة فجرا يعني بعد منتصف الليل بالتوقيت جرينيش بيصبح سبعة وعشرين يوم نسبة الاضاءة بتصير عشرة في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة المزاج ما زال منتحس القمر في الجوزاء والسرطان حتى عشرين سبعة المزاج الاغلب انه ايجابي ولكن يعني بيجي تقريبا اربع خمس ساعات خلال هذا اليوم منتحسة فعشان هيك بفضل انه اقول ممتزجة عطارد في السرطان حتى يوم خمسة ثمانية المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى يوم سبعة ثمانية المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم تسعة تسعة وبعدين بيبدأ عملية التراجع المزاج سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم اتناعش تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين تسعة مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى يوم خمسة عشر ثمانية بعدين بيبدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم تسعة وعشرين احداش مزاجه ممتزج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم اربع عشر مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم ايجابيته عالية جدا لغاية ساعات العصر بتحس انه الامور ممتازة سرعة بديهة عالية نشاط عالي قدرة على التواصل عالية عندك اكثر من تفكير او اكثر من انجاز بتحاول انك تنجزها خلال هذا اليوم بتنشط بكثير من الحركة بكثير من الاشياء اللي انت بتكون رغبان بانجازها او عندك مخططات لتنفيذها خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي تقريبا يعني فيها نوع من انواع الاشياء ما منقدر نقول ايجابية بالكامل ولا سلبية بالكامل فعشان هيك من نقدر نقول انه هي روتينية فممكن تهتم ببعض المسائل المالية وخصوصا من بعد ساعات الظهر يعني صير فيه اهتمام مالي او تظهر مصاريف او دفعات او التزامات خلال هذا اليوم ممكن تهتم بمزانيتك او ترتيب وضع مالي او ظهور مسألة مالية بتطلب منك الاجتهاد فيها او انك ان تترتبها بالشكل الجيد اهم ايش انك تقلل من المصاريف الغير مرغوب فيها اما بالنسبة للبيت الثالث فبما انه القمر موجود لليوم الثالث في هذا المكان فهو بعطيك ايجابية على امور الها علاقة بالنشاطات والاتصالات والحوارات وسرعة البديهة الاشياء اللي الها علاقة بالنشاط كلها تقريبا متظلها موجودة ودعميتك لغاية ساعات العصر من ساعات العصر القمر بانتقل للبيت الرابع فبصير التركيز من يعني على الامور البيتية والعائلية اهمش انك ما تتهرب من المسئوليات وانكثرت حاذر من الخلاف والانتقاد والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف احدهم اتجاهك نظم جدول اعمالك ونشاطاتك الاعباء بالفترة هاي خصوصا من ساعات العصر بتبلش تكثر وممكن ما تجد وقت للراحة اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الاجواء العاطفية شيئا ما ايجابية بتدعمك في بعض النقاط ممكن اليوم تتحسس او تتذكر او تعيش هيك حياة الحبيبة مثلا تتذكر اشياء او تحاول تتواصل مع حبيب او تتناقش انت وحبيب على مسألة معينة ولكن الارجح انه في نوع من انواع الانتقادات او التحسس من موقف معين هذا الموقف بخليك تعصب او تحتد او تستاء منه وخصوصا اذا بتعلق في احد الاحباء او احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء بنقدر نحكي انها ايجابية على مستوى العمل فبتقدر تنجز كثير من الاعمال خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمامات على المستوى الصحي ولكن اجمالا المستوى الصحي جيد الاغلب انه بالتركيز بكون على امور الها علاقة بالعمل الاشياء الصحية اذا ظهرت بتظهر على شكل صداع او امور الها علاقة بالرأس او بالصدر اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا بنقدر نحكي انها على مستوى الشراكة شيئا ما ايجابية بتدعم من علاقتك مع الشريك وبتعمل نوع من انواع التقارب الجيد او المشاركة الجيدة ما بينك وبين شركاء المال او العاطفة او الازواج مثلا في منكو رح يهتم ببعض المسائل القانونية او اوراق قانونية او معاملات خلال هذا اليوم او يطلع على بعض نصوص القانون اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء على مستوى الاموال المشتركة تقريبا بنقدر نحكي انه فيها برضو نوع من انواع الايجابية اللي بتدعمك بشكل قوي فممكن اليوم تعزز بعض المسائل المالية المشتركة او تنشط بترتيب فوتير او دفعات او تنصح اشخاص بطريقة معينة بطريقة استخدام المال او توفير المال يعني نصائح من هذا الباب في منكو رح ينشط ببعض الترتيبات المالية اللي الها علاقة اما بمستردات مالية او بقروض او ديون او اشياء العلاقة بالمحاسبية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء برضو بتحمل بعض الفرص المميزة من الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض الاشياء التعليمية او القانونية في منكو ممكن يطلع على موضوع العلاقة بدورة او اهتمام بمسألة علمية او ثقافية فبطلع عليها بشكل مفصل اكثر او بدخل بنقاشات الها علاقة بهاي الامور اهم شي اللي عنده امتحان او مقابل اليوم بده يركز بشكل جيد اما بالنسبة للبيت العاشر فاليوم برضو ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع الضغط يعني بتضغطك على مستوى امور الى علاقة بالسمعة فعشانيك منقولك ما تشكك بسمعتك ما تخالف القوانين ما تدخل باعمال مشبوهة ما تعصب وما تنرفز اثناء الحوارات وخصوصا مع زملائك بالعمل او رواسائك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء فهو جيد وبدعمك على مستوى التواصل والاتصالات واللقاءات مع الاصدقاء خلال هذا اليوم فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء وممكن تنشط باتصالات معينة لتفقد بعض الاصدقاء او تذكرهم وتذكر الماضي وعلاقتك فيهم واشياء يعني تذكرها للاشخاص اللي حواليك اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زال الجو بضغط على مسألة الها علاقة يعني ببعض الامور اللي الها علاقة بالعمل فممكن ما تجد وقت او تتشكك من اشياء الها علاقة بالعمل او اشخاص بيشتغلوا معك بمكان العمل تشك فيهم انهم بتأمروا عليك او بيحتالوا عليك او بيحاولوا انهم يعني يعملوا لك نوع من انواع المشاكل وفي اشخاص منكم ممكن يتوهم امراض او تعب صحي او يدخل بحالة من التعب النفسي انه يعني يعيش الجو باشياء الى علاقة انا مريض انا تعبان انا حاسه وطبعا بيكون ارتخاء بالجسم مش بحاجة لهاي الوسوسة ولكن الوسوس بيشتغل في هاي المراحل على المستوى الصحة مستوى العمل وحتى على مستوى الاحلام اللي هي اضغاث الاحلام والتضارب الاحلام او الارق او عدم القدرة على المنام اما بالنسبة للوضع الصحي العام للاشخاص اللي حواليك ما الفترة تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع اللي ايجابي ما فيها الاشي اللي مقلق او اللي بيخوف برج الثور طبعا الاجواء بيظل فيها اشياء ايجابية بتساعدك في بعض المسائل على المستوى الشخصي خلال هذا اليوم ولكن برضو بتحمل نوع من انواع التقلبات في المزاج في لحظات بتحتد في لحظات بتخطر في بالك فكرة في لحظات بتنشط في مسألة معينة في لحظات بتلغي اشياء يعني بتقلب المزاج عندك واتخاذ القرارات عندك بيكون اليوم بشكل مفاجئ اهم شي انك ما تتخذ قرارات تكون حاسمة او يكون فيها شروط او يكون فيها نوع من انواع التخيير يعني يا انا يا كذا يا كذا يا كذا اي شغلات حاول انك ما تدخل فيها اليوم اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا القمر موجود فيه لغاية ساعات العصر فبتنهمكوا في امور الها علاقة بضبط الميزانية امور الها علاقة ببعض الاموال اللي بتيجي عادة من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم او الهدايا اهم شي انك تتجنبوا النفقات من ساعات العصر القمر بنتقل للبيت الثالث فعشان هيك تنشطوا في مجال او ممكن تحمل نوع من انواع النجاح في مجالات التنقلات الرحلات الداخلية ما بين المدن تتحرك باكثر من اتجاه مع بعض بالاتصالات بتعززوا العلاقة برضو مع اخ او جار اهم اشي انك تحكي عن رأيك او تتكلم عن رأيك بجراءة وحرية وعزز علاقاتك خلال هذا اليوم ابحث عن التوافق والانسجام ممكن تضطر لدفع مبلغ طارئ من المال حاذر الاهمال وضع الصحي وتجنب الارهاق اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء بنقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية على مستوى البيت وبتحمل نوع من انواع التقارب او بعض الحلول او اشياء بتهتم فيها كمسائل عائلية اما انه مسألة عائلية نقاش بتدخله فيه او بتبدي وجهة نظرك او بتهتم ببعض الشؤون المنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا الاجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي وبتعمل نوع من انواع التقارب الجيد ما بينك وبين الحبيب خلال هذا اليوم فهي بتحمل لك بعض المفاجآت او الرغبة بانطلاقها بفكرة معينة او خروج معينة او الاهتمام بمسألة بتتعلق باحد الاحبة اللي هم الوالدين او احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها روتينية يعني بتنتهمك وبتنشط باعمالك على حسب طبيعة شغلك وعلى حسب وضعك الاجتماعي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات الصحية او الرقابة الصحية او المراجعات الطبية خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة على مستوى بيت الشراكب تعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الشريك ممكن تحلوا مسألة معينة او تتناقشوا في موضوع معين او تجدوا حلول لبعض المسائل خلال الفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثامن فمعني في بعض النشاط او بعض التدقيق على بعض المسائل اللي الها علاقة بالاموال المشتركة فاما انك انت بتهتم بمسائل اللي الها علاقة بالحسابات او الديون او المصاريف او امور اللي الها علاقة ببنك او ضريبة او تأمين او موضوع بتعلق بتسوية وفي اشخاص منكم ممكن يشتغل على بعض المسائل اللي هي تحصيل الاموال ولكن النقطة الاهم انه اليوم بدك تدير بالك على اموالك من السرقة او الضياع او انك تكفى الحد بالفترة هاي فالوضع ضاغط فممكن ينصب عليك وما يرجع لك فلوسك اما بالنسبة للبيت التاسع فالفترة هاي بتنشط في بعض المسائل اللي الها علاقة اما بالرغبة بمخطط او مشروع مستقبلي لسفر او تنقل او ترحال او هجرة يعني بتصير هاي الامور كثير بتخطر في بالك في اشخاص منكو بصير يطمح بعملية الدراسة او الاطلاع على موضوع او اخذ دورات او تعلم لغة جديدة او ثقافة جديدة في منكو رح يهتم بمسائل العلاقة بالاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاطلاع على بعض النصوص او الاوراق القانونية بالفترة هاي طبعا انا قسمتلكوها على اربع مراحل لانه كل شخص من موليد برج ثور ممكن واحدة من الاربع هاي اللي تنطبق عليه ولكن كلها الها علاقة بالبيت التاسع اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة اليوم تقدر تدافع عن سمعتك وتعزز الثقة ما بينك وبين علاقاتك او بعض المعارف او اشخاص بيشتغلوا معك زملائك او رسائك بالعمل اليوم ممكن تعمل عمل مشترك او تبادر بانجاز عمل مشترك ما بينك وبين بعض الاشخاص تنجزوه بشكل جيد الاهم انه انت يعني تحاول انك انت ما تسمح لأي حد انه يشكك بقدراتك اما بالنسبة للبيت 11 فبيخلي فيه نوع من انواع الشكوك او التقلب بالمزاج اثناء التعامل مع الاصدقاء او المعارف فعشان هيك اما انك بتشك فيهم او بتحس انه بتآمروا عليك او بيستغيبوك او بنموا عليك او يعني اشياء ممكن انها تزعجك بهذا الباب ممكن يعني يكون في حفلة او مناسبة عند اشخاص انت ما يتوجه لك دعوة فتنزعج او تحتد او شوي يصير عندك نوع من انواع التقلب بالمزاج اتجاههم اما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا بدك تحذر ما تجهد حالك كثير وخصوصا عن مستوى العمل حاول انك تركز بشكل جيد ما تخلي الاعمال تتراكم ما تندفع وما تتهور انه تشوف عندك نشاط عالي فانت تروح تغامر بدك تنجز هاي الاعمال فتتعب صحتك وبالمقابل بدك تراقب وضعك الصحي من بعض الاشياء اللي ممكن تظهر بشكل طارئ فهمهم يمكن هاي الفترة تحمل لك بعض التقلبات او التطورات الصحية السلبية بشكل مفاجلة لك عشان يكما يقول لك راقب غدائك واخذ قصد كافي من الراحة وما تهمل صحتك برج الجوزاء طبعا بما انه القمر موجود عندكم فعشان هيك بظل عندكم قدرة عالية جدا على مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها عندكم رغبة للانطلاق والتحرك والتغييرات خلال هذا اليوم مشحون انت بطاقة ايجابية وبتقدر تنفذ اشياء كثيرة من المخططات اللي انت بتكون مرتبها خلال الفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه من ساعات العصر بتعيدوا تنظيم امور العلاقة بالميزانية او المصاريف او الفلوس او بتهتموا بمسائل محاسبية تجنب النفقات نظم الاقصاط وما تسمح لها بالتراكم فكر بمنطق وعالج الامور الطارئة فورا يعني ممكن تحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية والفترة هاي هيك تعرف نوع من انواع اللقاء او الدعم بالنسبة للك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والنقاشات عندك سرعة بديهة وعندك نشاط عالي وقدرة على انجازك كثير من الامور خلال هذا النهار في منكو رح يبرع بعملية التسويق او التنقلات او الاقناع بوجهة نظر معينة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء نقدر نحكي انها ايجابية وقوية على مستوى البيت والعائلة والعقار والاهتمام بمسائل عائلية او تقارب وجهات نظر ما بينك وبين افراد العائلة تقريبا الاجواء بتجمع او فيها نوع من انواع الجمع بالعقول او بالافكار ما بينك وبين المحيط تاعك في منكو رح ينشغل في بعض المسائل البيتية او العقارية مثل مشتريات ترتيبات اشياء العلاقة ببعض المستلزمات المنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا على المستوى العاطفي بتتجه باتجاه الاحسن يقول ما اقتربنا احنا لساعات المساء فعشان هيك اليوم من ساعات الظهر تقريبا بتحمل لك اما لقاء او اتصال او تعاطف في مسألة بتتعلق في احد الاحبة في منكو رح يتذكر بعض المواقف او يعيش في ذكريات الماضي او يحاول انه يجمع معلومات عن اشخاص كان يحبهم كان يحبهم فيحاول انه اما بتصلوا معلومي بشكل مفاجئ او بتطلع عليها هو لقصد انه هو يعني يرتاح شوي اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء على مستوى العمل والصحة فهو روتيني يعني بتنجزوا اعمالك وبتهتموا بامورك الصحية بشكل روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي ولكن برضو ما تجهد حالك كثير وما تتعب حالك كثير واركز بشكل جيد من اي تطورات اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكة جيدة يعني بتحمل النوع من انواع التلاقي او التقارب ما بينك وبين الشريك بالفترة هاي ممكن تظهر بعض النقاشات او الخلافات او سوء التفاهم او التحسس من موقف معين وخصوصا اثناء تعاملك مع الحبيب حاول انك تتجاوزها لان الفترة هاي يعني لا تخليها تأثر عليك سلبيا لانك انت بدك تستغل الايجابيات اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا ممكن تظهر بعض المسائل المالية المربكة او تظهر بعض المطالبات المالية او تلتزم باشياء معينة او تحاول تسعى لتحصيل بعض الاموال لدعمك او لانك تخلص من قرض معين او تسوي معينة بالفترة هاي يعني بتنهمك في هاي المسائل امور الها علاقة ببنوك او ضريبة او تأمين او اموالي الغير بتحاول انك انت تسددها او تفي بالغرض اهم شي انك تدير على بالك على مقتنياتك من الضياع او السرقة وماتك فالحد اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع اشخاص قارج البلاد ممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالعلوم او دورة او دراسة لمسألة معينة بحث عن مسألة علمية تنشط في مسائل الها علاقة بالابتكار او الاختراع او عمل شيء يعني شوي بكون بحاجة لذكاء وقدرة على الانجاز خصوصا بالاشياء اليدوية زي الميكانيك كهرباء اشياء من هذا النوع وفي منك اشخاص رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالدراسة او بالمراسلات الخارجية اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بظل موضوع السمعة هو اللي علمحك بالفترة هاي بتشك باشخاص بيهددوا سمعتك او بتهموك او بتقولوا عليك او بيحاولوا يتأمروا عليك وخصوصا من الاشخاص اللي حوليك معارفك او اشخاص بيشتغلوا معك في نفس مكان العمل زي زملائك او رؤسائك بالعمل بيحاولوا انهم يكيدوا لك او يورطوك في مشكلة معينة بدك تكون حذر وبرضو انت ما تتسرع وتندفع فتورط حالك في مسائل عميقة اما بالنسبة للبيت 11 فهو جيد على مستوى بيت الاصدقاء بدفعك للتواصل مع الاصدقاء او لمعارف او للاندماج معهم او انجاز بعض الاشياء الجيدة ممكن تنشط بلقاء او دعوة لحضور حفلي او مناسبة بالفترة هاي اما بالنسبة لبيت المتاعف فالاجواء شوي يعني بدك تنتبه على بعض التقلبات اللي بتيجي يا اما شغل بيجي مفاجئ وبتعبك يا اما تطور صحي بيجي بشكل مفاجئ فبتشعر بالتعب والارهاق او الانشغال بوضع صحي لأحد الاحبة برج السرطان طبعا بظل الوضع ضاغط عليكم نفسيا وجسديا ومعنويا لغاية ساعات العصر لانه اللي بتشعره هذا التعب كلياته والتراجع بالصحة والضغط النفسي اللي موجوده التقلب والتحسس هذا الحساسية من بعض المواقف او الشغلات هاي اللي بتضغطك صحيح انه عطارت بعطيك بعض الايجابية او بحسن من نفسيتك في بعض الاوقات او لبعض الاشخاص على حسب طالعهم الا انه الاغلب من موليد برج السرطان بحس انه فيه اشياء كثيرة بتتعطل بشكل مفاجئ بالفترة هاي من ساعات العصر بصير القمر موجود عندكم في البيت الاول فبتمتلوا نشاطه حيوية بتعيشوا لحظات شيقة حافلة بالاخبار والتطورات بتتلقى اشارة وبتبدأ تنفيذ خطتك خلال هذا اليوم بتستعيد حياتك رونقها وحيويتها طبعا وبتستمر للأيام القادمة تقريبا لمساء يوم الاثنين بشكل ايجابي وبتدعمك بقوة اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى الامور المالية ممكن يعني اليوم من ساعات العصر يعني تنشط في بعض المسائل المالية او ترتب وضع مالي قلة منكم ممكن يحصل على اموال بتجي من عمل اضافي او دعم او هبات او مساعدات يعني ممكن تنهمك ببعض التعديلات او النظر للميزانية او الاهتمامات ببعض الحسابات او الدفعات او الالتزامات اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها ايجابية برضو على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل من ساعات العصر اما قبل هيك بيكون الجو محتد في عندك نوع من انواع العصبية او ردات الفعل السلبية اللي ممكن تتحسس او تحكي اي كلام ممكن يجرح الاشخاص اللي حواليك ما تتحرك بتسرع او تهور ولكن من ساعات العصر بتصير الاجواء ايجابية وبتدعمك وبصير تركيز اكثر وقدرة على الاقناع اكبر يعني ممكن يكون لك اكثر من نشاط خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الرابع على مستوى البيت تقريبا الاجواء اصبحت مستقرة في نوع من انواع التوافق او الاهتمام بمسألة او موضوع بتعلق باحد افراد العائلة او البيت بتنهمك في مسألة معينة او نقاش او حوار او تعديلات او ترتيبات او تزبيطات لبعض الامور المنزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تتحسن بشكل ايجابي بتخف الحساسية اللي عندك او تحسسك من مواقف بعض الاحبة واحد الاحبة ممكن انه يعني من ساعات الظهر للعصر هيك تتراجع عن قرار او تحاول انك تتواصل بشكل ايجابي مع الاشخاص اللي حواليك او تتواصل معهم لاجل وضع بعض الحلول او تهتم بقصة او موضوع بتعلق باحد الاحبة مثل الحبيب او الابنى او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى العمل بتنشط بكثير من الامور او مساء اللي بتتعلق بالعمل او تطوير العمل او عمل جديد او بحث عن عمل او انجاز بعض الاعمال ولكن بدك تنتبه الى التقلبات الصحية خلال هذا اليوم ما ترهق حالك بشكل كبير من ساعات العصر الاجواء بتصير ايجابية وبتدعمك بقوة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء يعني تقريبا بنقدر نحكي انها متقلب اليوم قسم منكو بتكون الاجواء جيدة معا ما بينه وبين الشريك او ما بين الزوج او شريك المال والامور والاجواء بتكون جيدة وفي تفاهم ما بينك وبينهم ولكن قسم اخر وهم الاغلب في نوع من انواع الحدية او التصرع او القرارات او العصبية او النقاشات الحادة او بعض الاهتمامات ببعض المسائل اللي ممكن تكون ضاغطة برضو بتكون تراقب الوضع الصحي من بعض التقلبات المفاجئة اما بالنسبة للبيت الثامن يعني بعطيكو قدرة على ايجاد بعض الحلول او ترتيب الوضع المالي بشكل جيد او الاهتمام بقروض او ديون او التزامات او بعض الاقصاط او البحث عن طريقة معينة للمساعدة او لانك تنشل نفسك بالفترة هاي من بعض الضغوطات المالية اما بالنسبة للبيت التاسع الاجواء شوي يعني بتزعجك بعض المعلومات او الاخبار او الاتصالات او بتحتد من فضول بعض الاشخاص انه بحاول يدخل بحياتك وخصوصا بكون من خارج البلاد او من مؤسسة تعليمية او ثقافية او اشيء الو علاقة بالشركات الكبيرة اللي لها علاقة زي الانترنشونل يعني الاشياء الشركية اللي بكون لها افرع وانتي بتكون من ضمن فرع معين او بتتواصل مع شركة كبيرة مثلا ولكن انه في بعض التعطيلات بتحس الامور انها مش ماشية بالشكل المناسب اهم مش انك ما تحتد وما تعصب وركز اثناء الدراسة او اثناء المناقشات او اثناء بحث معين او مقابلة ما ترتجل المواقف يعني بدها تركيز بالفترة هاي من ساعات العصر تقريبا الاجواء بتكون افضل من بداية النهار اما بالنسبة للبيت العاشر فهم نقول لك هنا ما تغامر وما تخاطر وما تتهور وما تندفع وما تخالف القوانين وتدخل باشياء مشبوهة او تعصب على احد الاشخاص اللي بيشتغلوا معك او زملائك او رؤسائك بالعمل او زبائن عندك في مكان عملك حاول انك تركز وتدافع عن سمعتك وما تشوه سمعتك بالفترة هاي لانها هاي فترة متقلبة بسبب ضغط المريخ اما بالنسبة للبيت 11 فالاجواء على مستوى بيت الاصدقاء فهي متقلبة فجأة بدك تتواصل مع اصدقاء فجأة بدك تمتنع عن اصدقاء فجأة بخطر في بالك صديق تتواصل معاه فجأة برن عليك صديق ما بعجبك بتقلب التليفون بدكش ترد عليه يعني في تقلب واضح بكون بينك وبين علاقاتك او معارفك وخصوصا الاصدقاء ممكن يجيك بشكل مفاجئ دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او اتصال من احد الاصدقاء بشكل مفاجئ ويفاجئك اما بالنسبة للبيت 12 فحكينا انه القمر موجود في بيت المتاعب بضغطك شوي صحيح الزهرة بتساعدك في بعض المسائل ولكن بتشعر انه طاقتك ضعيفة في بعض الاحباطات بعض الاشياء المرهقة على مستوى العمل وبرضو انه ممكن تلتغي بعض الامور بشكل مفاجئ في منك ورح ينشط ببحث عن عمل او عمل جديد او انجاز بعض العمال اهمش انه ما ترهق حالك وبرضو في المقابل بدك تراقب التقلبات اللي بتيجي على المستوى الصحي برج الاسد طبعا بالنسبة للبيت الاول انت بتظلك مشحون بطاقة ايجابية ومساعدة لالك وبتدعمك بشكل قوي خلال هذا اليوم وبتحس بنوع من انواع التغييرات لغاية ساعات العصر من ساعات العصر تبدأ كل ما اقتربنا لساعات العصر اكثر بتحس انه صار عندك نوع من انواع الفتور او نوع من انواع التراخي او التراجع او التقلب بالمزاج او بتحس انه الامور صارت تعاكسك مش بالقوة اللي انت بدك اياها فممكن تتعطل بعض المسائل او تلتغي بعض المسائل بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا على المستوى الامور المالية يعني بتحمل بعض المفاجئات خلال هذا اليوم ولكن هو انهماكك في مسائل اللي علاقة بالضغط المالي او المصاريف اللي بتيجي مربكة او الالتزامات او ظهور بعض المسائل المالية اللي بتطلب منك التصرف او التدبر بالفترة هاي فممكن يعني توصل لمرحلة انك تفتح شيء مثلا حصالة او اشيء انت متدخل بالفترة هاي او تبحث عن وسيلة نجاة بالنسبة لها لك اهمش انك يتقلل من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل عندك قدرة على الاقناع عالي ولكن العصبية بتظهر في بعض المسائل اهمش انك تركز بشكل جيد وحاول انك ما تعصب وما تفرض رأيك وما تنتقد وما تدخل في شؤون غيرك حاول انك انت تهتم بنفسك اكثر شيء اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا جيدة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي لها علاقة بالبيت او مشتريات او اثاث او اشي بتعلق في المنزل من بعض الاشياء الضرورية ممكن تتقارب انت وبأحد افراد العائلة في نقاش معين او موضوع معين او حل لمسألة معينة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء العاطفية تقريبا تحمل نوع من انواع الايجابية للتقارب مع الاحبة او تواصل معهم او الاهتمام بمسألة حبيب او ابن او احد الوالدين او مساعدته في مسألة معينة صحيح ان الاجواء بتخليك حساسة شوي او عاطفة شوي ولكن اجمالا الاجواء ايجابية وبتساعدك في كثير من المسائل اما بالنسبة للبيت السادس فهنا بتعمل نوع من انواع الضغط على مجال العمل ومجال الصحة فعشان يبدأ تنتبه من التقلبات على مستوى العمل او اشياء ممكن تصير على مستوى العمل تضغطك بشكل سلبي او اشياء لها علاقة بالوضع الصحي والتقلبات الصحي اللي بتيجي بشكل مفاجئ وبتسبب لك بعض التعب او الاوجاع او الاهتمامات الصحية برضو بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا بنقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الاندماج خلالها لدى اليوم ما بينك وبين الشريك فممكن تحمل حوار او بعض الشروط او بعض الايجابيات اللي بتساهم في انهاء خلاف معين او حل مسألة معينة او تقارب ما بينك وبين الشريك في مسألة معينة اهم اشي انك ما تتحسس زيادة عن اللزوم فيكون في زعل او عتب اما بالنسبة للبيت الثامن فهي زي ما حكينا الاهتمامات بالاموال المشتركة برضو بتعمل نوع من انواع المخاوف او التزامات جديدة او قروض او ديون او اقصات او اشياء الها علاقة بتحصيلات مالية اهم اشي انك انت تنتبه بشكل جيد ما تورط حالك بمسائل بدون ما تدرس وضعك بشكل جيد وتشوف انك انت قدل التزامات هاي ولا لا اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تدعمك او تدفعك للتواصل او الرغبة بالاتصالات الخارجية او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل العلمية او البحثية او الدراسية دورة جديدة او الاطلاع الثقافي او على موضوع علم جديد بتحاول تدرس فيه او تتعمق فيه او تجمع معلومات عنه بتنشط في مسائل الها علاقة بالدين بالسياسة بالفلسفة باشياء من هذا النوع في منكو رح ينشط ببعض المعاملات او الاوراق القانونية بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء متقلبة على مستوى بيت السمعة فالاغلب ايجابية يعني تقريبا المفاجآت بتكون ايجابية ولصالحك وبتعزز سمعتك انت بالفترة هاي ولكن فيه اشخاص من قلة من موليد برج الاسد ممكن صير بعض المفاجآت اللي تحدث بعض علامات الاستفهام او المسائلات وخصوصا على مستوى العلاقات وعلى مستوى مكان العمل او عملك او اشياء لها علاقة بزملائك مع زملائك او رؤسائك بالعمل فحاول انك انت بما تعمل اي شيء يشوه زمعتك بالفترة هاي لانه انت بحاجة للدعم والتأييد اما بالنسبة للبيت 11 فهو بيقارب ما بينك وبين معارفك واصدقائك وبيعمل نوع من انواع التلاقي الجيد رغبي من الاشخاص اللي حواليك بالتواصل معك او بلقاءك او بمجالستك او بمحاورتك يعني في نوع من انواع التقارب او التعاطف من الاصدقاء لا اليك او يعني ممكن يتوجه لك داعوي لحضور حفلي او مناسبة مثلا او تنشط انت بالزيارات بالفترة هاي اما بالنسبة لبيتك 12 طبعا المعروف انه في امور اللي علاقة بالقمر اللي موجود في بيت الاصدقاء وبدو ينتقل لبيت المتاعف عشان هيك من ساعة العصر تدخل فترة غير مريحة بتنال من صحتكم وعصابكم بتسجل الفترة هاي نوع من انواع الركود على جميع الاصعدي بنصحك بعدم المباشرة بالتنفيذ اتخلص من عادتك القديمة وانشغل فقط بالمسائل الروتينية واحذر من التأخير طبعا الاجواء رح تظل ضاغطة بما انه القمر رح يكون موجود في السرطان في بيت المتاعب الشمس لسه موجود في بيت المتاعب عطارد برضو موجود في بيت المتاعب يعني هاي كلها اللي انا ذكرتها اخر شي هي تقريبا اللي ظاهرة على المسألة هاي من شهر تقريبا وانتي بتحس بنفس الامور هاي طبعا من ساعات مساء يوم الاثنين بتصير الاجواء ايجابية بتدعمك وبتصير لصالحك وبتصير تتطور الامور لصالحك اكتر واكتر كل ما تقدمنا في الايام برج العذراء طبعا قبل ما ندخل على توقعات برج العذراء بدي انبه لنقطة اولا شو السبب انه اغلب موليد برج العذراء حاسين من فترة انه الاجواء معاكسة لهم ما في حضوض في مشاكل في تعطيل في تأخير في يعني الغاء لاشياء بكونوا مثلا متفائلين لالها تقلبات على المستوى الصحي اضطرابات مشاكل قضايا كلها هاي الامور شو السبب انه العذراء بحس بهذا الضغط بالفترة هاي اول شيء لما تحسب انت انه يعني الشمس كانت يعني او موجودة بالسرطان برج حليف لا اليك وهو منتحس وبرضو عندك عطارد كان يتراجع وكان منتحس وبرضو الكواكب كلها بتتجه لبرج الاسد كل ما اتجهت لبرج الاسد بتلاقيها بتضغطك اكثر فعشان هيك هاي الضغطات كلها بتواجد كل معظم الكواكب هاي في مكانين حسسات اول اشي التواجد لمجموعة في بيتك الخامس اللي هي اللي بتتراجع المشتري وبلوتو وزحل في الجدي هذولا تراجعهم بتضغطك على مستوى الحضوض ما في حض مشاكل مع الاحبة مشاكل مع الاشخاص اللي حواليك مثلا اولادك مع عائلتك يعني بتلاقي في مشاكل في هالنقطة هاي وهدولا وتجمع الكواكب الثاني اللي احنا ذكرناه الشمس وعطارد والقمر اللي قاعد بتتجه لنفس المكان بضغطك برضو بنفس النقاط في نفس المكان على مستوى بيت المتاعب صحيح ما دخل بيت المتاعب بالكامل ولكن انت بلشت في مرحلة التعب اللي رح تستمر معاك من الآن او من الفترة الماضي لغاية عيد ميلادك هاي احنا كل سنة لو راجعت بتلاقي انه الفترة هاي ضاغطة مش انه انا بعطيك توقعات سلبية بدي احبطك او هذا انت شاعر بالوضع وعارف الوضع اني انا اللي بقوله انت متأكد منه انه هو صحيح السبب مش باني انا شو اللي انا بقوله انت مش بدك كلام ايجابي او اطمئنك او اضحك عليك انت بدك تفهم شو اسباب التعطيل كل سنة بنفس الوقت بيكون تواجد الكواكب في بيت المتاعب بيضغطك بشكل كبير فعشان هيك لعيد ميلادك يعني بدك تحاول انك تمشي انت الفترة هاي وتدفش حالك فيها لغاية ما توصل عيد ميلادك بعدين بتلاقي الاجواء صارت ايجابية وبتدعمك بقوة وصارت الحضوض للك مضاعفة اللي تعوض كل هاي الضغوطات اهم ايش انك انت تحافظ على نفسك من الخسارة ومن المشاكل ومن القرارات المتسرعة او الاشياء اللي ممكن تحبطك وتزيد المشاكل بشكل اكبر خلينا نروع على توقعاتنا بالنسبة للبيت الاول طبعا الاجواء اليوم فيها نوع من انواع الطاقة مبشرة شوي بتدعمك بشكل جيد على بعض المسائل بتخلي علاقاتك او اهتماماتك اليوم تكون على مستوى العمل معارف علاقات اصدقاء يعني بتنشط في هاي المسائل اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه روتينية على المستوى المالي ممكن تضغطك في بعض المسائل او المطالبات المالية او تهتم ببعض المسائل المالية او الحسابات او جدولة بعض الامور او بحث عن ملاذ امن من المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع اشخاص بمحيطك صحيح ما عندك النشاط الكافي للامور او بتحس انه فيه تعطلات في بعض الامور مش التقصير فيك يعني هي الشغلة انه بدك تكون مستعد وجاهز للنقاشات قبل ما تدخل في هاي الامور وتنعكس باتجاه سلبي عليه هي الاجواء روتينية ممكن تحس ببعض التعب او الارهاق او عدم الرغبة بانجاز كثير من هاي الامور اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت جيدة يعني بهاي بتعطيك نوع من انواع الاهتمام العائلي او اهتمام بعقار او تصليحات ترتيبات مشتريات اهتمام بالعيل التقارب مع افراد العيلة التواصل مع افراد العيلة هاي كلها تقريبا بتكون فيها نوع من انواع الايجابية ولكن قلق على احد افراد العائلة هذا شوي اللي ممكن يسبب لك نوع من انواع الارباك اما بالنسبة للبيت الخامس ذكرنا في البداية ان الكواكب كلها المشتري وبلوت وزحل موجودين فهدولا بضغطوا عليك على المستوى انه ما في حضوض ما تعتمد على الحضوض بدك تتعب بينما تحصل على الشغلة وسهل انك تحصل عليها وتطير من ايدك برضو بتعمل نوع من انواع الحساسية عندك بتعاملك مع الحبيب او تعاملك مع احد الابناء او احد الوالدين يعني بتحدث بعض الشغلات اللي ممكن تعمل نوع من انواع التقلب بالمزاج او الحدية بالتعامل مع الحبيب وممكن تعمل نوع من انواع الخلاف او ردات الفعل السلبية مع الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكة المالية والعاطفية فعندك نبتون نبتون برضو بتراجع بعطي نوع من انواع السلبية صحيح احنا بنحكي مزاجه سعيد ولكن انه بيأثر على الشكوك والغيرة التحكم فرض الرأي السلطة على الشريك شريك المال وشريك العاطفة وهي الاشياء بتعمل تقلب بالمزاج وبرضو بتعمل نوع من انواع المشاكل او الحدية اثناء التعامل مع الشركاء اما بالنسبة للبيت الثامن فالمريخ موجود صحيح سعيد بدعمك على بعض المسائل المالية او العملية او امور القروض او بتسهلك بعض المسائل المالية بتفتح لك مجالات على مستوى التسهيلات العلاقة بالبنوك ضريبة تأمين قروض بتجيب لك نوع من انواع الدعم بشكل مفاجئ ولكن بتخليك تنفعل وتتسرع وما تدرس وضعك بالشكل الجيد او تشوفه انه بالشكل المناسب للك وبناسبك تقدر تلتزم فيه ولا لا اما بالنسبة للبيت التاسع فاورانوس موجود في البيت التاسع لايلك بحدث تقلبات على مستوى المزاج او اخبار من خارج البلاد بتكون مستائلها تقلبات على مستوى السفر احداث مفاجآت على مستوى الدراسة او الامور النقاشية او بحث معين رغبة بالدراسة عدم الرغبة بالدراسة ممكن تدخل بامتحان وانت مش جاهز تدخل على نقاش وانت مش مستعد فعشان هيك بتلاقي انه انت ما عندك يعني الثقة الكاملة بالاشياء اللي انت بتعملها لانه بالأوقات عادية كان عندك ميزات اعلى او قدرة على الانجاز اعلى وبثقة اعلى ولكن انت عارف انك انت بتقدم بس مجرد انه انت بتعمل اللي عليك وهذا غلط من الفترة هاي لازم تستعد وتدرس وما تعتمد على الحظ نهائيا يعني بتطلب منك جهدك الشخصي اما بالنسبة للبيت العاشر البيت العاشر بدعمك على مستوى العمل على مستوى علاقاتك بحث عن عمل مقابلات رغبة بالتوظيف بالفترة هاي ممكن ترفيع على مستوى العمل في مسألة معينة ممكن انجاز بعض المسائل الايجابية اللي بتدعمك على مستوى العمل وخصوصا اثناء تعاملك مع زملائك او رؤسائك بالعمل يعني بيت السمعة عندك عالي فبيحمل لك نوع من انواع الايجابيات اللي بتساعدك في مسائل كثيرة اما بالنسبة للبيت 11 فطبعا قلنا انه ذكرنا سبب التعب الموجود من ساعات العصر يعني اليوم بتنشطوا في امور الى علاقة بالاصدقاء بتشوف الامور بتصير بوضوح اكثر بنظرة متفائلة اكثر بيطمئن بالك لحصد الدعم والتأييد بتفيدك الاتصالات واللقاءات اهمش انك تلطف من الاجواء الاجواء واعدة والعلاقات يعني بتقدر انك انت تعيد بعض العلاقات لطبيعتها انت راجعت عن بعض القرارات بالفترة هاي اما بالنسبة لطبعا هنا بتصير بيت المتاعب انه احنا بنحكي عن الضغط اللي موجود بالاسد الاجواء ما وصلت لسه لأوجها يعني انت ماشي مضغوط وحاسس ولكن انت لسه ما وصلت الامور بالشكل الكامل زي ما شفت انه الكواكب كيف منتشرة ومتوزعة في اكثر من بيت لا اليك فبتضغط على مسائل كثيرة ولكن اجمالا الا اجواء على مستوى بيت المتاعب بتحدث بعض التعطيل او التأخير او الحيرة في الامر او التقلب حتى على المستوى الصحي او اظهار بعض المسائل الصحية اللي شوي بتكون متعبة الفترة القادمة طبعا فيها ضغط ولكن انه مع نهاية الاسبوع بتصير الاجواء ايجابية اكثر وبتدعمك وخصوصا مع وصول القمر لعندك يعني بعطيك شوية من الاجابية بتكون لصالحك على مدى طويل برج الميزان يعني شوية الاجواء صارت يعني فيه نوع من انواع الايجابية عندك بتدعمك على المستوى النفسي بتعزز بعض النقاط عندك اليوم وبتظل فيه نوع من انواع الطاقة الايجابية او اشياء احسن من الفترة الماضية بتحسن من وضعك او من مزاجك او بتحلل لك بعض الاشياء اللي كانت معقدة بالفترة الماضية الاجواء ايجابية ودعميتك بشكل قوي يحاول انك تستغل ايجابيتها وتبعد عن الضغط النفسي او تقلبات المزاج اللي موجود عندك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا بتدعمك على المستوى المالي يعني صحيح انه ممكن تقلق في بعض المسائل المالية او بعض الالتزامات او الدفعات بالفترة هاي ولكن اجمالا عندك القدرة على تعديلها وترتيبها في منك رح يحصل على بعض الاموال من عمل اضافي او نوع من انواع المساعدات او هبا او دعم او اشياء الها علاقة بتطور وضع مالي معين او حل مسألة طارئة مالية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا نقدر نحيينها جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع اشخاص اشخاص بتحيطك او بمحيطك مثلا او ممكن انك تروج لسلعة معين او لعمل معين او تناقش او تفاوض بالفترة هاي بتنشط بكثير من الحركة والمشوير والاتصالات بشكل قوي اما بالنسبة للبيت الرابع طبعا على مستوى البيت في نوع من انواع الضغوطات اشي بتعلق باحد افراد العائلة مشكلة معينة نقاش قلق على مسألة معينة خوف على احد افراد العائلة بعض الاضطرابات المنزلية اعطال يعني بيكون الجو في نوع من انواع الضغط الكامل او اشي بضغط على اعصابك بتعلق في البيت او في احد افراد العائلة او احد افراد البيت او مشكلة منزلية اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الايجابية على المستوى العاطفي يعني بتقاربك ما بينك وبين الاحبة بتعمل نوع من انواع تعاطف ما بينكم صحيح ممكن تتحسس ببعض المواقف ولكن الاجواء ايجابية اللي بتتعلق فيكو في الحبيب او احد الابناء او احد الوالدين وبتجمع ما بينكو بتعمل تقارب ما بينكو جيد اما بالنسبة للبيت السادس فطبعا نبتن هو اللي بيزرع نوع من انواع المخاوف او الشكوك او بعزز بعض النقاط اللي لها علاقة بالوسواس او القلق على وضع صحي او الخوف من وضع صحي او وضع عملي بالفترة هاي فعشان هيك بيحدث قلق وسواس وتقلب بالمزاج وهيك فيه نوع من انواع السلبي اللي بتضغط في اشي بتعلق بالعمل او بتعلق بالصحة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء بتضغط على مستوى بيت الشراكي فجأة الاجواء جيدة وممتازة وما فيه اي مشاكل وفيه توافق كامل ما بينك وبين الشريك فجأة بتحدث لك بعض التقلبات بالمزاج او خلاف بيجي من الهواء هيك بصير فيه مشكلة او بصير فيه نقاش حاد او سوء بالتفاهم يعني مش قادرين تتفاهموا او تتواصلوا مع بعض بتجيب بعض الاشياء اللي الها علاقة بالتفكير بالقضايا او بالمحاكم او بالطلاق او بالفصال او بالمطالبة بالحقوق بالفترة هاي وفيه اشخاص بيعانوا من تراجع او تراجع صحي او نوع من انواع الارتخاء او الاحباط او الاصابات بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء من اورانوس تحدث تقلبات على المستوى الاموال المشتركة فيا اما التزامات جديدة بتظهر مساء البنكية مساء الديون مساء القروض اشياء من هذا القبيل بتظهر او اشياء بشكل مفاجئ على المستوى المالي ممكن ضياع نقود او كفالة شخص وتروح عليك ينتصب عليك ما تغامر بالمستوى المالي بدون ما تراجع امورك بشكل جيد وشكل منطقي وعلمي اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل والدراسي والاستيعاب والنقاش والحوارات كلها هاي بتدعمك بشكل قوي وبتعزز من قوتك وثقتك بالنفس اكثر فاللي عنده امتحان او عنده مقابلة بيحس انه بالفترة هاي عنده الجراءة للإقدام بشكل قوي جدا لانجاز هاي الامور اما بالنسبة للبيت العاشر فهو بيت السمعة هو اللي بيحدث تقلبات بالفترة هاي يعني من ساعات العصر كمان رح تحس انه الامور بتصير الها علاقة بالحفاظ على السمعة على انجازاتك في مجال العمل اهم مش انك تنظم وقتك بشكل جيد وتكون واضح في اولوياتك ما تدع احد يثير انفعالاتك او غضبك باستطاعتك مواجهة اقوى المنافسات انت بتتمتع بسرعة خاطر وذكاء حاد جدا اذا استغليت هاي الامور ولكن الاهم انك ما تتهور وما تصدر قرارات مفاجئة تشوه سمعتك اما بالنسبة لبيتك 11 فالاجواء برضو جيدة على مستوى الاصدقاء وتعاملك مع الاصدقاء او تلاقيق ما بينك وبينهم او اتفاق على لقاء معين ممكن تنشط بالزيارات او الحركة او الحوارات او التواصل مع معارفك ممكن يكون عندك اما لقاء او دعوة لحضور حفلة او مناسبة بالفترة اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء روتينية فيها نوع من انواع السلبية اللي بتحدث بعض تراكمات العمل ما بتقدر تنجز اعمالك بشكل كامل وبرضو في نفس اللحظة بتحدث بعض التقلبات على المستوى الصحي او الارتخاء او عدم الرغبة بالانجاز او بتحس حالك انك انت تعبان وانت مش تعبان حاول انك ما تخلي هاي السلبية انها تسيطر عليك برج العقرب بالنسبة للبيت الاول تقريبا الاجواء جيدة على المستوى النفسي اليوم احسن من الفترة الماضي وخصوصا ان القمر بلش يتحرك من مقابلك صار يجي على مناطق قوية لائلك كل ما اقتربنا لساعات العصر اكثر كل ما كانت معنوياتك وثقتك بنفسك اعلى ورغبتك بانجاز كثير من الامور بتكون اعلى واعلى اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء يعني شوي بتقلق في بعض المسائل المالية او الترتيبات او الميزانية او بتعدل بعض الاشياء اللي بتطلب جهد حسابي لالك بتهتم ببعض المسائل المالية او السداد الديون ممكن منكو يحصل بعض الاموال اللي بتيجي على شكل هبة او مساعدة او سداد ديون او هدية اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء ضاغطة بالعصبية يعني ماشي بتنشط بالحوارات والاتصالات بتعطيك طاقة بتتعب كثير يعني بتحاول تنجز اشياء كثير ولكن في اشياء سلبية موجودة بالموضوع اول اشياء عصبيتك تسرعك عدم جاهزيتك للنقاشات والحوارات اللي بتيجي بشكل مفاجئ حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تكون حد الطباع بالفترة هاي ومتسرع اذا كان عندك امتحان او مقابلة بدك تستعد بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت تقريبا نقدر نحكي انها ايجابية بتدعم من علاقاتك من معارفك من علاقتك مع العائلة افراد العائلة بانجاز اعمال البيت ولكن ممكن ترهق حالك بالزيادة فتشعر في بعض التعب ما تجهد حالك كثير في الاعمال المنزلية او النقاشات العائلية او يعني تتشكك من بعض المسائل اما بالنسبة للبيت الخامس فنبتن بيأثر على المستوى العاطفي او علاقتك مع الاحبة اما بالشكوك او بالتعاطف لزيادة او بتشحن حالك بطاقة سلبية لانك متعاطف معهم بشكولك وانت بتستقبل قاعد كل الشكاوي وما حدا سامعك فلا تعطي اهتمام ما تخلي الوساوس والقلق يسيطر عليك وخصوصا بالامور اللي بتتعلق فيك انت او في الاحبة او في امور العلاقة باحد الابناء او احد الوالدين حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية بالفترة هاي وتطلع من الوسواس والكثير الافكار هاي السلبية اللي بتتوارد لك اما بالنسبة للبيت السادس فالبيت السادس بضغط على العمل وبضغط على الصحة ماشي ممكن يفتح لك مجالات للعمل تندفع عندك جراء عندك نشاط بتقدر تنجز كثير من الاعمال ولكن بعطيك نوع من انواع التسرع في بعض الاشياء ممكن ما تركز بشكل جيد اثناء تأدية عملك او تغلط في ملف معين او انه ما تكون حساباتك صحيحة وبرضو بتحدث بعض التقلبات على المستوى الصحي فبتركز على شد العضل شد الاعصاب اه الام الكتاف الام اسفل الظهر هاي كلها ممكن تتوتر في عندك او تظهر بعض المشاكل اللي لها علاقة بهاي الامور اما بالنسبة للبيت السابع فهي بتحدث اشياء مفاجئة اثناء تعاملك مع الشريك ماشي الامور دعم للك في مسائل كثير خلال هذا اليوم بتساعدك في كثير من الامور ولكن انه برضو بتحدث مفاجئات فجأة بتكون علاقتك فيش اجمل منها ونقاشك طبيعي وحواراتك طبيعية ولكن فجأة بتلاقي الامور ولعت وصارت مشكلة وخلافه ونقاش وانتقادات برضو وممكن تتطور لمشكلة كبيرة وبرضو بتحدث عند بعض الاشخاص من موليد برج العقرب ظهور بعض القضايا القانونية او المسائل القانونية بشكل مفاجئ اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا عندك الزهرة موجودة والقمر برضو موجود لغاية ساعات العصر فعشان هيك بيعطيكوا قدرة على ادخال التعديلات المطلوبة على اموركم المالية الاهتمام ببعض المسائل اللي لها علاقة بالقروض والديون وبعض المستلزمات اللي ممكن مشتريات على طريق اقصاط مثلا تهتم فيها مستردات مالية امور بنكية او ضريبية او تأمين او اشي العلاقة بالميراث بتهتم فيها بشكل كبير بالفترة هاي من ساعات العصر بتصير الاجواء ايجابية رغم تواجد الشمس في هذا البيت اللي منتحسي ولكن مع وجود القمر بتعطيه قوة اكثر على مستوى انه ممكن يصل لك خبر سار من خارج البلاد فترة حافلة بالنشاطات بترتفع عندك المعنويات وبتقوى الحضوض ممكن يعني ترغب بالسفر او باتصالات مع اشخاص خارج البلاد او تجهز لامور الها علاقة بالسفر بالفترة القادمة او يجيك خبر يسعدك بتعلق في امر العلاقة بالسفر ممكن تشترك او بعض يشترك بمؤتمر او دراسي او دورة معينة ولكن هاي بتكون مثمرة ومفيدة بالنسبة للك بيكون عندك اتصالات بعيدة ممكن تتلقى او تلتقي بعض الاشخاص حول طولة حوار للتفاوض ممكن تعالج مسائل متنوعة اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا بيت السمعة جيد بيدعمك بقوة بتعزز من علاقاتك ومعارفك بتدافع عن سمعتك وممكن يكون لك تعامل جيد على مستوى العمل او مع زملائك بالعمل او رؤسائك بالعمل ممكن تدافع عن سمعتك بشكل قوي وبرضو ممكن تحمل لك نوع من انواع اشي هيك زي تلمع كنجم انت بالفترة هاي بمركز معين اما بالنسبة للبيت 11 فطبعا هو بيت الاصدقاء فبتنشط في بعض المسائل اللي الها علاقة بالاصدقاء او تقارب ما بينك وبينهم او حل مسألة بتتعلق في بعض الاصدقاء ولكن زي ما حكينا في البداية ما تكون انت بس مستمع للشكاوي وللسلبيات وتشحن حالك بطاقة سلبية وتأثر عليك السلبيات بشكل كبير ممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة او تنشط انت بزيارات معينة اما بالنسبة لبيت المتاعف فهو جيد فبساعدك على انجاز بعض الاعمال او بعض المهام خلال هذا اليوم وممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بامور صحية او رقابة صحية الك او لا احد الاحب برج القوس طبعا القمر معروف انه مقابلك مباشرة فعشان هيك بيحدث بعض التغييرات او المفاجآت على المستوى النفسي فبتحس في لحظات عندك طاقة كبيرة لحظات بتتفاجأ لحظات بتحبط لحظات ببطل في عندك طاقة لحظات بتشعر بالعدم الرغبة بانجاز اشياء كثيرة خلال الفترة هاي طبعا بتواجد القمر مقابلك فهو بضعف من طاقتك صحيح بعطيك اشياء ايجابية ولكن باخذ منك الطاقة وهاي اهم نقطة اللي بتعطي النشاط والحركة بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء ضاغطة على مستوى الامور المالية بتجلب بعض المتاعب او المسائل المالية المعقدة او اشياء العلاقة بالحسابات او اضطرابات او قلق من مسألة مالية معينة او الخوف من القادم لانه شايف انه الامور مسكرة ما تعتمد على هاي الامور الامور فجأة بتتغير بشكل ايجابي وبتحدث فروق ما تخلي السلبية هاي تسيطر عليك ابعد عن المصاريف البيت الثالث فالاجواء بتدعمك على مستوى النشاط يعني عندك نشاط عالي جدا قدرة على الانجاز على انجاز معاملات او نقاشات او حوارات بتنشط في كثير من المسائل اللي لها علاقة بالسيارة او بالتنقلاتك برضو عندك قدرة على التسويق او على التجارة بالفترة هاي بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الرابع فهي بتخلي المخاوف كلها على امور الها علاقة بالبيت او تقلب المزاج او القلق على مصير البيت او افراد العائلة او اشي له علاقة باعطال مثلا بتهتم بالتصليحات بترتيبات بترميمات او مشتريات منزلية او اشي بتعلق بالاثاث اما بالنسبة للبيت الرابع الخامس فهو بخلي الافكار السوداء تتركز فيك يعني بتظلك تفكر بشكوك بالغيرة بالشك بعلاقتك بالاحبة بعملية فرض السلطة القرارات اللي بعد مرات بتكون متسرعة على الاحبة يعني على الحبيب او على الابناء او على الوالدين امسك حالك واضبط عصابك شوي وما تتسرع بقراراتك ما تخلي المريخ يعني يدفعك باشياء او يخليك تتخذ قرارات متسرعة تكون ضدك في منكو رح يتهور في بعض المسائل او يندفع في بعض المسائل العاطفية او الغرامية او الاشياء اللي الها علاقة بالنزوات او الخروجات او الشغلات اللي زي هيك اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء بتعمل تقلبات على المستوى الصحي فجأة امورك ممتازة فجأة بتظهر بعض المسائل الصحية بشكل مفاجئ بتتعبك او بتشعر ببعض التعب او بعض الارهاق وفي منكو رح يكون التقلب على مستوى العمل يعني امور انه فجأة فيش عمل فجأة في ظهر عمل مفاجئ بتطلب منك مثلا وقت اضافي سهر تعب جهد كبير فهذا الاشي برضو بسبب لك نوع من انواع التقلب على مستوى المزاج وبأثر على صحتك وبرضو على قدرتك على تنظيم الوقت والانجاز الامور اما بالنسبة للبيت السابع فحكينا انه القمر موجود فيه ورح يظل المستمر موجود فيه لساعات العصر فعشان هيك بتظل الامور لها علاقة بتعزيز الشراكات او علاقتكم بشركائكم شركاء المال او العاطف او الازواج سواء بالعمل او العاطف زي ما حكينا وبرضو ممكن تتراجع عن بعض القرارات او تحملك بعض المصالحات او التعاون ما بينك وبين الشركاء بالفترة هاي ولكن الاهم انك تركز على طاقتك والتقلبات الصحية اللي بتيجي بشكل مفاجئ من ساعات العصر طبعا القمر بصير في البيت الثامن فبتستعدوا او بتجهزوا حالكم لتعيدوا ضبط اموركم المالية المشتركة باستطاعتك تقديم افضل النتائج شرط التحلي بالهدوء والليوني والصبر بنتظرك حل منصف شرط التفاوض بموضوعية عدل اولوياتك اذا دعت الحاجة دقق بالتفاصيل بشكل جيد اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الرغبة بالسفر او التفكير في بعض المسائل اللي الها علاقة بالسفر او التنقلات او انجاز بعض الامور المهمة خلال الفترة هاي من اوراق قانونية او معاملات يعني بتنشط بكثير من هاي المسائل خلال الفترة وبتكون برضو دعميتك ولصالحك اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء تقريبا على مستوى بيت السمعة جيدة فبتعزز من سمعتك ثقتك بالنفس وبرضو بح علاقاتك ومعارفك وخصوصا مع زملائك ورؤساك بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد بيدعمك برضو على مستوى الاصدقاء ممكن يحدث لك بعض الفروق او المعارف لجداد او تستغل بعض الاصدقاء او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء بالفترة هاي على انجاز كثير من العمال بالفترة هاي وبرضو عندك قدرة على الاهتمام بصحتك بشكل كبير اهمش انك تركز بشكل جيد ماشي بتحمل هاي الفترة قلق على احد الاحبة ممكن بتفكر في الناس اللي حواليك اكثر ما بتفكر في حالك ولكن انه اجمالا الاجهاء بتكون مساعدة للك اذا ركزت بالاجابيات وابتعدت عن السلبيات برج الجديد رح نشرح احنا مسألة كثير انا شفت اسئلة موجودة من موليد برج الجدي انه شو سبب التعب ليش احنا تعبنين ليش الاوضاع متقلب عنا الوضع الصحي صار له فترة ضاغط علينا بشكل كبير الامور معقدة نفسيا مش مرتاحين ننتحر احسن نموت احسن ليش تفكيرات هاي السلبية اول اشي خليني اعنا شرح لك اول اشي الوضع شو السبب هاي كل الاشياء اللي انت بتحكي معنها اول اشي تواجد القمر في البيت السادس لا لك يعني تواجده في بيت الصحة لا لك هذا بضغطك نفسيا وبضغطك صحيا وبعمل تقلبات على المستوى الصحي هذا واحد اثنين الزهرة من فترة كانت تتراجع في بيت على المستوى الصحي وعلى مستوى العمل وضغط صحي عالي جدا وبتحملك نوع من انواع حتى على مستوى العمل بتحدث لك بعض المشاكل فانت لما تيجي تحسب هاي الامور بتلاقيها انه فيها سلبية الامر الاخطر من هيك انه تواجد الشمس وعطارد اللي بتراجعوا كانوا موجودين كلهم هم بتراجعوا بسلبيتهم موجودين مقابلك في السرطان تماما فهذا الاشي السابع هذا الو علاقة بالطاقة طاقتك الضعيفة بتحس حالك ما عندك قدرة على الانجاز وبتحدث برضو تقلبات صحية عندك مش الامر هذا رح يظل طول العمر موجود يعني هي فترة وبتمضي وبعدين تصير الامور ايجابية لعندك برضو عندك انت لما يكون عندك المشتري وبلوت وزحل في الجدي نفسا وبتراجعا شو بتتوقع على المستوى النفسي ايش بدي يكون عندك من العصبية والحدية والتقلب والمزاج والتفكير السلبي والوسواس والامور هاي كلها برضو هاي بدي تضغطك فعشان هيك ما تتشائم كثير هي فترة ضغوط اذا عرفت انت المشكلة وين انه المشكلة مش منك المشكلة تأثيرات عليك خلاص انت بترتاح يعني مش انت الجدي الوحيد اللي تعبان كل او نسبة 70% من وليد الجدي كلهم تعبانين بالفترة هاي بالنسبة للبيت الاول طبعا خلينا نعيد ذكرها البيت الاول قلنا عندك المشتري وبلوته وزحل ويضغطوك بشكل سلبي ومعمل التقلبات عندك نفسيا وبيخلوا عندك نوع من انواع الاحباط او الوسوسة او الافكار السودة اللي بتسيطر عليك بالفترة هاي البيت الثاني يعني بيحدث بعض الاشياء الايجابية ماشي بيساعدك في بعض الامور المالية بيجيب لك وبقلق من وضع مالي او اضطراب مالي او مسائل مالي او ضغط مالي بالفترة هاي اهمش انك ما تتهور وتقلل مصاريفك فترة وبتصير الاجواء ايجابية وبتدعمك بقوة اما بالنسبة للبيت الثالث فعندك نبتن نبتن اللي بيعمل لك تقلبات ووسواس على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات وبتراجع حالك اكثر من مرة كل كلمة بدك تحكيها وخوفا على ردة فعلهم وخوفا على تحسسهم وخوفا على مش عارف ايش يعني هاي الاشياء بدها شوي تصبر هيك ما تفقد الثقة بنفسك اما بالنسبة للبيت الرابع فطبعا المريخ موجود على مستوى البيت وهو اللي بيحدث بعض المشاحنات والمشاكل المنزلية او مع افراد العائلة او بيخلي الجو ضاغط بشكل كبير وبحدث الاشياء بشكل عنيف اما شجار عائلة مشاكل داخلية خلاف وحدية بالطباع اعطال مثلا الها علاقة بالاجهزة الكهربائية الها علاقة بالنيران الها علاقة باصابات بالمطبخ كلها هاي برضو الها تأثيرات وبرضو بتحدث اصابات على مستوى اصفل الظهر البيت الخامس المستوى العاطفي عندك اورانوس اورانوس فجأة بيخليك حبيب فجأة بيخلي الحبيب بيقلب عليك فجأة بتسوه مشاكل مع بعض فجأة بترجع وتتصالحه على مستوى الحب وعلى مستوى الابناء وعلاقتك مع الابناء نفس الاشي وبرضو علاقتك مع احد الوالدين نفس الاشي طيب على مستوى البيت السادس حكينا انه الزهرة اللي موجودة فيه ماشي هسا بتدعمك على مستوى العمل ممكن تفكر في مشروع او في فكرة معينة او يكون عندك قدرة على انجاز بعض الامور مع الزهرة بحدث تقلبات على المستوى الصحي وبما انه القمر موجود في بيت الصحة فعشان يك منقول لك واصل ما بدأت فيه من عمل سابق وبدك تنتبه لصحتك بالفترة هاي لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتنجحوا بصير القمر وين في السرطان مقابلك بتنجحوا في تعزيز شراكاتكم هاي الفترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات اتجنب ردات الفعل العنيفة فترة سيئة بتهدد بالخواطر والمشاكل والحوادث بيجعلك القمر مضطرب امورها في الحس بتشعر بالارتباك والغضب بتتمتع بطاقة كبيرة بالفترة هاي ماشي بتعطيك طاقة ولكن بتعطيك اشياء سلبية معاها ومع تواجد الشمس برضو ومع تواجد عطارد يعني برضو بدك تنتبه للوضع الصحي لانه هاي الشغلات كلها بتضغط صحيا كمان اكم يوم الشمس رح تنتقل بتصير في الاسد يعني شوي بتخفف الحدية لانها بتنتقل من مقابلك ماشي مش برج حليف لإلك ولكن اخف ضغوط من الفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا نشاطك كله على مستوى الاموال المشتركة بدفعك على امور الها علاقة بالمساعدات بالقروض بترتيب وضع مالي بتتأزم عندك المسائل المالية بتحس بنوع من انواع الضغوطات بالفترة هاي بتطلب منك جهد لحل بعض المسائل المالية المشتركة اللي لها علاقة بالقروض والديون والسداد وامور الها علاقة بالبنوك بالضريبة بالمحاكم بالاوراق القانونية اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا يعني بعطيك نوع من انواع الايجابية على مستوى الاتصالات البعيدة وتواصلك مع اشخاص خارج البلاد ولكن من جانب اخر بيخلي فيه نوع من انواع الزعل او العتب على بعض الاشخاص ممكن تحتار في مسألة قانونية او اوراق قانونية بقولك ما تحتار الفترة القادمة لصالحك ان شاء الله ولكن الاهم انك انت تكون جاهز اما بالنسبة للبيت العاشر فهو بعزز من سمعتك ثقتك بالنفس تقاربك مع الاشخاص اللي حواليك وخصوصا في مجال العمل وبرضه ممكن انك تنجز كثير من الاعمال بطريقة مشتركة بمعاونة اشخاص ممكن تتعلم اشياء جديدة تدعمك بشكل قوي اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بعزز من علاقاتك ومعارفك وممكن تتعرف على صديق او على شخص يساعدك في مساء معينة وبرضه ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة بالفترة هاي اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء برضو جيدة ابتدعمك على انجاز كثير من الاعمال ان رغبت في انجازها وما تتكاسل في عملية انه لا خلص بعدين لا لا تراكم الاعمال عندك انجز الضروري والمهم بالفترة هاي اهمش انك برضو تهتم براحتك بصحتك ما تترك اشياء بسيطة بتشعر فيها انك تقول لا خلص انا بمشي الامور لا بدك تاخذ علاجك وبدك تراجع طبيبك وتهتم بصحتك اكثر برج الدلو طبعا بالنسبة للبيت المتاعب اجواء جيدة وبتدعمك بقوة خلال هذا اليوم عندك قدرة على التصميم تصميم على انك تعمل اشياء او تنجز اشياء او تهتم ببعض الاشياء اللي انت حاب تنجزها خلال هذا اليوم عندك نشاط عالي وعندك رغبة بتحقيق كثير من النتائج اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا تدعمك على بعض المسائل اللي الها علاقة بالامور المالية فممكن تهتم بتحسينات او تزبيطات او امور اللي علاقة بالعمل الاضافي او مستردات مالية او هبات او نوع من انواع الدعم اللي بتحقق لك بعض النتائج ولكن ممكن تظهر بعض المسائل المالية المعقدة او المفاجئة للك او مطالبات مالية او نوع من انواع المصاريف اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بعطيك طاقة للاندفاع للتهور للعصبية للمزاجية للتقلب برضو عندك حدية بالطباع عالية في اثناء النقاشات اهم مش انك ما تحاول تفرض رأيك ما تكون جريء زيادة عن اللزوم وما تغامر لدرجة التهور بدك تنتبه اثناء حواراتك ونقاشاتك وتنقلاتك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت يعني شوي ممكن انها تأثر بشكل سلبي بالتقلبات بالمزاج او تطورات على مستوى البيت او حدية بالطباع او ظهور بعض المسائل العائلية اللي شوي تكون مربكة بالفترة هاي اللي بتطلب منك تركيز او رغبة بتجاوز هاي الصعاب اللي بتظهر بشكل مفاجئ ان كان على مستوى عطال او خلافات عائلية اما بالنسبة للبيت الخامس العاطفي طبعا بما انه القمر موجود في البيت الخامس لساعات العصر فمعناته لساعات العصر ما بيتخلى الحظ عنك لا عاطفيا ولا ماليا وبرضو بكون في رغبة قوية عندك لتقرب من احبائك او لتعزيز علاقات عاطفية او لتقرب من ابنائك او رؤساء يعني او والديك فعشان هيك الاجواء تدعمك عاطفيا بالفترة هاي وحضوضا لغاية ساعات العصر من ساعات العصر القمر بنتقل للبيت السادس بتكون تنتبهوا اكثر لصحتكم بدك تكون عنصر ايجابي ما تسبب النفور للاشخاص اللي حواليك برضو بدك تستعد بشكل كامل حيويتك شوي بتكون متقلبة بتدور الاحداث بسرعة في عندك نوع من انواع النشاط بالفترة هاي بتمارس عملك بحماسة اهمش انك تحاضر من الاضطرابات الصحية والتقلبات الصحية اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراكي الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة ممكن تعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين الشريك ممكن تناقشوا في مسألة معينة او تتحاوروا على مسألة معينة بتتعلق في المستقبل او قرارات انت بتحاول تتخذها بتتعلق فيك او في الزوج او في الزوجة او اشياء مشتركة في منكو رح ينهمك ببعض الاوراق القانونية او المعاملات في خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء بتدعمك على مستوى الاموال المشتركة فممكن تحقق بعض النتائج او تبحث عن حلول معينة او دعم معين او قروض او تسوية او سداد ديون او حسابات شوية تكون بحاجة لتركيز بالفترة هاي لاجاد بعض الحلول او المخارج لبعض الضغطات المالية اما بالنسبة لبيتك التاسع فالاجواء على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات فبتساعدك تنشط في بعض الاتصالات وتواصلك مع بعض الاشخاص خارج البلاد او بامور علمية او بحثية او بامور بتطلب نقاش مثلا او دورة في مسألة معينة اما بالنسبة لبيت العاشر فالاجواء بتدعمك على مستوى بيت السمعة بتعمل تقارب ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل ممكن تنشط في بعض المسائل اللي تساعدك في تجاوز ضغط او واسطة مثلا او دعم معين من شخص معين يعني الاجواء تقريبا نقدر نحكي عن مستوى بيت السمعة جيدة اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فهو بدعمك بلقاءات او تقارب او دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او تواصل مع بعض الاصدقاء او بعض الاصدقاء بمدوا يد العون اليك بساعدوك في بعض الاشياء اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء ضغطة فهي بتسبب لك ارتباكات على مستوى العمل او تقلبات او عمل بيجي مرهق بالنسبة للك وبرضو بتعمل نوع من انواع الاهتمامات بالتقلبات على المستوى الصحي بتحدث لك اشياء مفاجئة على المستوى الصحي بتتطلب منك مراجعة الطبيب اذا ظهرت وبرضو رأى حافظ على صحتك وخذ قسط كافي من الراحة الفترة هاي بتحمل قلق اما على صحتك انتع او على صحة احد الاحبة برج الحوت طبعا بما انه القمر موجود بزاوي التربية معك لهو في البيت الرابع معناته الضغط العصبي اللي موجود عندك او التوتر او عدم الرغبة او الملل او الارهاق او الكسل هات بظل ضغط عليك لغاية ساعات العصر من ساعات العصر بتنشط في كثير من الامور بصير عندك ترتيبات واسعة وبرضو بتطرد الوسواس والهموم وممكن تنشط في كثير من المجالات اللي تكون لصالحك وتحقق بعض الانجازات اللي تكون لصالحك خلال الفترة هاي اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا بتدفعك لبعض المسائل المالية او الاهتمامات المالية او حل بعض المسائل المالية او ممكن تحصل بعض الاموال اللي بتجيك عادة من عمل اضافي او دعم او مساعدات او مشروع مفاجئ مثلا تحصل منه ربح او صفقة معينة ممكن يجيك منها ربح او ممكن تجيك هدية او دعم من بعض الاشخاص اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء بتحدث بعض الاشياء المفاجئة على مستوى مشوار مفاجئ اتصال مفاجئ تنقل مفاجئ امتحان مفاجئ يعني شغلات بتحدث بعض المفاجئات والتطورات ممكن تدخل بنقاش في الفترة هاي اهمش انك تحافظ على عصبيتك ما تعصب ما تثور ما تنفعل ما تستاء وتبين للاشخاص اللي حواليك انك مستاء اشحن حالك بطاقة ايجابية بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الرابع فبما انه اول اشي عندك الزهرة موجودة بتدعمك على مستوى البيت والقمر موجود يعني زاوية اقتران فبتنهمك بامور الها صلة بالبيت او العائلة او امور الها علاقة بترتيبات او تصليحات او مشتريات او مشكلة معينة بتحاول تجدلها بعض الحلول من ساعات العصر القمر بانتقل للبيت الخامس يعني بتزداد هنا رغبتكم في التقرب من احبائكم والتفاهم معهم تزداد وطيرة العمل بشكل واضح حاول معالجة الامور بروية مبتعد عن التعقيد وبرضو ما تخلي الامور تدخل لمرحلة النقاش الحد او العصبية ما بينك وبين الحبيب او ما بينك وبين احد الاولاد اولادك او ما بينك وبين احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا بتدعمك على مستوى امور الها علاقة بالصحة وبالعمل فممكن تنجز بعض الاعمال خلال هذا اليوم او يكون لك اهتمامات في بعض الامور اللي الها علاقة بالعمل ولكن بدك تراقب وضعك الصحي من بعض التقلبات اذا شعرت بشيء غير اعتيادي حاول انك تراجع طبيبك اما بالنسبة للبيت السابع على مستوى بيت الشراك المالي والعاطفي ما في اي مشاكل الاجواء روتينية يعني بتتعاملوا على حسن طبيعتكم صحيح بتحمل نوع من انواع المصالحات او التقارب او الاهتمامات ما بينك وبين الشريك ولكن في منكم ممكن ينهمك ببعض المسائل برضو رح تكون لصالحه في بعض المسائل اللي الها علاقة بالامور القانونية او معاملات قانونية اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا بتدعمك على مستوى الاموال المشتركة او الميراث او البنوك او الضريبة او التعمين او حل مشكلة معقدة لها علاقة بقصد او ترتيبات مالية معينة انك تجد لها نوع من انواع الحلول اليوم وخصوصا مع ساعات العصر بتقوى القدرة على هاي المسائل اما بالنسبة للبيت التاسع فبتفتح لك ابواب الحوار والنقاش والاتصالات والتنقلات بشكل كبير خلال هذا النهار ولكن الاهم انك تمسك حالك من العصبية وردات الفعل اذا تعرضت لامتحان او لمسائل اليوم بدك تكون مستعد ما تجاوب بدون ما تكون جاهز ممكن شوي تظهر بعض المسائل المعقدة او يجيك خبر من خارج البلاد يشوي يكون مزعج اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء بتدعمك على مستوى بيت السمعة بتحملك نوع من انواع التقارب ما بينك وبين زملائك بالعمل رؤسائك بالعمل حل بعض المسائل اللي بتطلب تعاون اشخاص او واسطة معينة لانجاز بعض الامور اما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الاجواء بتحدث بعض التقلبات على مستوى بيت الصداقة اما استياء من اصدقاء او معارف او بصير وسواس عندك عليهم انهم هم بتعامروا عليك بحكوا عليك بمقصرين بحقك بس شاطرين بالانتقادات شاطرين بانهم يجوا بالوقت اللي انا بكون مرتاح فيه انا لما بحتاجهم ما بلقيهم هاي الاشياء الافكار او الطريقة هاي اللي ممكن تحدث بعض الخلافات ما بينك وبين بعض الاصدقاء بالفترة هاي ممكن برضو بعضك يتوجه له دعوة لحضور حفلة او مناسبة او ينشط بامور العلاقة بالاتصالات الاجتماعية اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء برضو جيدة بتدعمك فبتساعدك على انجاز كثير من الاعمال الفترة هاي وبرضو بتساعدك في بعض الاهتمامات على مستوى الشؤون الصحية اهم اشي اذا ظهرت بعض المسائل الصحية اللي بتتعلق باحد الاحبة اعطيها نوع من انواع الاهتمام ساعد بمساعدتهم ساعدهم قدر الامكان وبرضو حاول انك انت تاخذ قصة من الراحة وما ترهق حالك بشكل كبير هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء ترجمة نانسي قنقر